موسيقى مجزو الأخبار من قناة الجزائران وان مشاهدين أهلا بكم بداية أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بالحمر بأن الشعب الجزائري هو السيد وهو من يقرر بنفسه موقفه من مشروع الدستور خلال الاستفتاء المقرر تنظيمه في الفاتح من نوفمبر مضيفا بأن ما صار تعديل الدستور شفاف ويعد من صالحيات رئيس الجمهورية حيث كشف الوزير بالحمر بأن مشروع تعديل الدستور كان محل نقاش عام من مختلف فعاليات المجتمع وتعرض للنقد والإثراء هنأت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي الطفل عبد السميع يونس المتحصل على بطولة العالم للروبوتيك الخاصة بالشباب بكوريا الجنوبية كما هنأت مريم شرفي الطفل محمد لمين عطوي الحائز على المرتبة الأولى عالميا بمزرعة ذكية وقد مثل بطلاء الجزائر الرأي الوطنية أحسن تمثيل بالمنابر الدولية ما جعلهما يحظيان على غرار أطفال آخرين بتكريم لرئيس الجمهورية كرم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أمس تلميذ أبطال العالم في المسابقة الدولية للروبوط بكوريا الجنوبية وجاء ذلك خلال يشاف الرئيس سيد عبد المجيد تبون على أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة ستنظم وزارة العدل بالتنصيق مع متعامل وحدة دعم البرنامج دورتين تكوينيتين لفائدة القضاء والإطارات وحسب بيان للوزارة اليوم تتعلق الدورة التكوينية الأولى بتعزيز القدرات في مجال التحكم في إجراءات السفقات العمومية لسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة وستنظم هذه الدورة التكوينية من الخامس إلى الثامن أكتابر من السنة الجرية بالمدرسة العليا للقضاء وسيستفيد من هذه الدورة 21 مشارك 16 أمناء عام للمجالس القضائية وأربع إطارات وأمين عام للمدرسة العليا للقضاء وتهدف هذه الدورة إلى تدعيم كفاءة المسيرين للتحكم العملي في إجراءات السفقات العمومية وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتريات والخدمات والدراسات تقول والأشغال طلب رئيس النقابة الوطنية لوكلات السياحة والأصفار بشير جريبي طلب الحكومة بالتدخل وإنقاذ الوكلات من الإفلاس معتبرا أن انطلاق موسم العمرة لن ينقذ الموسم السياحي باعتبار أن خسائر كورونا كبيرة ولم يكن تعويضها في ظرف وجيس وذكر بشير جريبي أن الوزارة الوصية الممثلة في السياحة لم تفي بوعودها المقدمة لأصحاب الوكلات السياحية الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة المالية للوكلات التي يقف معظمها على حافة الإفلاس ويرى المتحدث أن انطلاق موسم العمرة بعد توقف دام لأكثر من ثمانية أشهر لن يغير من وضعية الوكلات في شيء في حال قررت السلطات فتح المجال الجوي بين المملكة العربية السعودية والجزائر باعتبار أن الأزمة عميقة وهي بحاجة لسنوات لتجاوزها مصرحا أن الوكلات لن تعود إلى سابق عاتها لا بعد مرور سنوات فالأزمة طالت والجهات الوصية غائبة عن المشهد تقوم وزارة المالية بالتحضير لإنشاء بطاقة وطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية حيث تضمنت المادة 72 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلقة بالأحكام الجبائية المختلفة تعديل أحكام المادة 13 من القانون 0606 المؤرخ في 16 جوان 2006 من قانون المالية التكملي لسنة 2006 المعدلة والمتممة وفي الأخبار الدولية ظهرت فحصات اختبار فيروس كورونا لبارون ترومب ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترومب البالغ من العمر 14 عاماً ظهرت سلبية وثبتت إصابة الرئيس دونالد ترومب وسيدة الأولى ميلانيا ترومب بفيروس كورونا في وقت متأخر من يوم الخميس وأشار التقرير إلى أنه من غير الواضح الاحتياطات التي يتم اتخاذها اتجاه الابن الأصغر للرئيس في خبر آخر تستمر عاصفة أليكس في الهبوب وبقوة لتشتاح فرنسا والتتجه نحو إيطاليا حيث أفادت السلطات الفرنسية اليوم أن ثمانية أشخاص على الأقل فقدوا في أعقاب عاصفة اشتاحت جنوب شرق البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس مشاهدين بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري شكرا على حسن المتابعة تقبلوا مني تحياتي وتحيات فريق العمل في مدينة شكرا على المشاهدة